السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنبتدي مع بعض منهج الترمي التاني لسنة تلتة ابتدائي وبنتكلم عن خواص عملية الضرب لازم قبل ما تكمل الفيديو ده تكون حافظ جدول الضرب كويس جد يلا بسم الله هنقسم الموضوع ده الجزئين اول جزء ضرب اكتر من رقمين باستخدام الابدال والدمج خاصية الدمج هي هي خاصية التجميع وتاني جزء حاجة اسمها خاصية التوزيع لا يا ميس الكلام ده كبير قوي علينا انزلي شوي حاضر لما يجي لك تلتة ارقام كده محتاج تضربهم في بعض انت بتعمل ايه والله يا ميس انا ممكن اخد اللي اتنين في ستة ضربهم في بعض الاول وبعد كده بقى اضرب في تلاتة طيب انت لو خدت اللي اتنين في ستة هيديك اتناشر لما تيجي بقى تضرب اللي اتناشر في تلاتة هيبقى عندك مشكلة مش هتعرف تتعامل احنا بقى بنعمل ايه بنبدل بدل ما ناخد اللي اتنين نضربها في ستة لأ احنا ممكن ناخد اللي اتنين تنضرب في التلاتة اتنين في تلاتة بستة في الستة اللي نقصة ستة في ستة بستة وتلاتين يبقى انا كده حلتها تماما حبيبي اللي احنا عملناه ده بقى اسمه الابدال بدلنا بدل ما ناخد اللي اتنين اضربها في الستة اللي وراها خدنا اللي اتنين انضربت في التلاتة طيب تعال واحدة كمان انت لو خدت الخمسة في تلاتة هتدينا خمستاشر في اتنين مش هتعرف تكمل طب انا اعمل ايه يا ميس اخد ارقام صغيرة يعني ممكن اخد الخمسة اضربها في الاتنين خمسة في اتنين بعشرة وبعد كده ارجع اضرب في التلاتة اللي نقصة بقت كده عشرة في تلاتة بتلاتين وممكن اعمل حاجة احلى ايه يا بقى اخد اصغر رقمين ينضربوا في بعض اللي هم مين التلاتة مع الاتنين التلاتة في اتنين بستة الستة دي في الخمسة هتدينا تلاتين ماشي حبايبي تاني مسألة زي كده ممكن تتحل بطريقتين ممكن اخد الاتنين مع العشرين لوحدها يتضربوا مع بعض لوحدهم وبعد كده الناتج هبقى اضربه في اربعة طيب ايه الناتج ده يا ميس والله اتنين في عشرين احنا اتفقنا ان في الضرب بننزل الاصفار كم صفر اتنين في عشرين صفر واحد بتاع العشرين ينزل اتنين في اتنين باربعة وبعد كده بأضرب الرقم ده في الاربعة فالصفر هينزل اربعة فاربعة فستة عشر كده صح وخلي بالك من القصين اللي احنا عاملينهم طيب وفي حد تاني بيكتب المسألة زي ما هي بس بيتكلم مع اخر رقمين العشرين فاربعة فبيحطهم في قصين اللي اتنين زي ما هي بر القصين ملناش دعوة بيهم عشرين فاربعة بقى بكام الصفر هينزل اتنين فاربعة بتمانية كده محتاجين نضرب اتنين في تمانين الصفر هينزل اتنين في تمانية بستاشر كده بقى دي مية وستين ودي مية وستين ده معناه ان انت لو ضربت اي رقمين فبعض وبعد كده ضربتهم في التالت هيطلع نفس الرقم قبل ما نكمل عشان اضمن لك انك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون مشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو انت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذكر فيه وبعد ما تخلص اي فيديو انزل تحت في صندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقاديك تحل عليه ويلا تعالى عشان نفهم الدرس طيب الابدال يا ميس وعرفناه ان احنا ممكن نبدل يعني خمسة في تلاتة هي هي تلاتة في خمسة طب الدمج ده ايه يا ميس؟ الدمج هم القصين اللي انت حاطتهم خاصية الدمج هي هي خاصية التجميع يعني كأنك بتتعامل مع دول بس وبعد كده تبقى تتعامل مع الرقم الوحدة تعالى بقى ناخد الاسئلة السهلة البسيطة اللي انت هتعرفها بعنيك اكمل بكتابة العدد النقص مديك الجزء ده كده ومديك يساوي ومديك الجزء ده خلينا نتفق ان علامة اليساوي ده مخلية الارقام اللي علي منها وشمالها شبه الميزان اللي لما ماما بتشتري فكهة او خضار الراجل بيحط الحاجة على الميزان لازم يتوازن يبقى اللي هنا هم هم نفس الارقام اللي هنا طيب انا هنا عندي اربعة وهنا عندي اربعة تمام هنا عندي اتناشر وهنا عندي اتناشر تمام هنا عندي تلاتة وهنا ما عنديش التلاتة يبقى النقط دي كان مكانها تلاتة طيب تعالى تاني هنا عندي ستة وهنا عندي ستة هنا عندي اتناشر وهنا عندي اتناشر فاضل التمانية موجودة هنا ومش موجودة هنا يبقى انا هكتب مكان النقط تمانية تعالى تاني هنا ايه بقى والله الارقام في شوية مختلفين بس كده كده عندي حداشر الحداشر اللي من هنا رحت مع الحداشر اللي من هنا اتبقى ايه؟ اتبقى في الاول 23 مش موجودة هناك فانا هكتبها واتبقى في التاني 35 مش موجودة في الاولاني فانا هكتبها المهم ان كل الارقام اللي قبل اليساوي تبقى نفس الارقام اللي بعد اليساوي حتى لو ترتبهم مختلف تمام كده؟ طيب بعد كده يجي يقولك اختار الاجابة الصحيحة مما بين القوسين انا عايز اعرف الناتج بتاع العملية دي لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيارات كلها مضروبة في 8 يعني 8 موجودة في الاختيارات كلها اما المين اللي مش موجود الباقي كله اللي هو 9 في 6 كلها 9 في 6 بكام؟ 54 ياميس بس تبقى الاختيارة بتاعتنا 54 في 8 طيب تعالى تاني 5 في 11 في 10 5 في 11 55 جدول الـ 11 سهل وبسيط وهيساعدك فممكن تبص عليه مش هيتعبك خالص على فكرة يعني مثلا 6 في 11 ب66 7 في 11 ب77 نفس الارقام فلما الـ 55 تنضرب في 10 الصفر هينزلي والـ 55 هتنزل جنبه يبقى الناتج بتاعنا 550 طيب تعالى تاني هنا عندي ارقام على يمين اليساوي وهنا عندي ارقام تانية يعني ياميس الـ 15 مش موجودة هناك والـ 27 مش موجودة هنا طيب تفتكر الـ 27 دي مين اللي قصدها الناحية التانية؟ والله ياميس هو وانا ممكن اقول ان الـ 3 في 9 مع بعض هم الـ 27 حلوة قوي يبقى مين تبقى من الاول 15 يبقى انا هكتب في الجزء التاني 15 مكان النقط وبعد كده هخترها السؤال اللي بعد كده بيقولك ضاع العلامة المناسبة اكبر من او اصغر من او يساوي ميديك شوية ارقام مضروبة في بعض ولا الـ 135 واحدة واحدة انت لو قلت 9 في 2 بـ 18 لما تيجي تضرب الـ 18 في 5 الموضوع هيبقى صعب طيب بلاش دول ناخد مين يا ميس لو عندك حاجات تدينا صفار يا ريت ايوة يا ميس انا عندي الـ 2 في 5 تدينا ايه؟ تدينا 10 يا ميس حلو العشرة دي محتاجة تضرب في التسعة الاولانية اللي محدش لسه جا جنبها كده بقت 9 في 10 بتسعين يبقى الناتج بتاع المسألة دي كلها تسعين ولا الـ 135 لا الـ 135 هي اللي اكبر بقل على ما نحيتها تعالى تاني الجزء الاول فيه 15 وهنا 15 وهنا 4 وهنا 4 وهنا 11 وهنا 11 مفيش واحدة مختلفة عن التانية يبقى العالمة ما بينهم ايه؟ يساوي حلوة او طيب تعالى نضرب 3 في 5 في 6 لو ضربت 3 في 5 15 في 6 الموضوع هيبقى صعب اختار ارقام تانية وياريت حاجات فيها صفار الخمسة في 6 ميس بكام؟ بتلاتين حلوة اوي يبقى احنا محتاجين ناخد التلاتين دي نضربها في التلاتة الاولانية اللي محدش لسه جا جنبها الناتج يبقى كام؟ والله الضرب هنا فيه صفر واحد ينزل تلاتة في تلاتة بتسعة بقى هنا تسعين وهنا تسعين يبقى العالمة ما بينهم تساوي تعالى تاني في حاجات متشابهة من هنا ومن هنا ايوة يا ميس التلاتةشر دي شبه التلاتةشر دي حلوة اوي مين تبقى من الاول؟ 18 ومين تبقى في التاني؟ اللي اتنين في ستة مع بعض يا ميس تعالى اللي اتنين في ستة بكام؟ ب12 يبقى ال12 اللي تبقت من هنا اكبر ولا الثامنةشر اللي من هنا اكبر؟ لا يا ميس التمنتشر اللي من هنا يبقى بق العالمة ناحيتها تعالى تاني اوجد العدد النقص احنا اتفقنا ان علامة اليساوي شبه كفتين الميزان لازم اللي قبلها يبقى قد اللي بعدها يعني انا بحاول اخلي الارقام دي لما تتضرب في بعض تجينا 400 واحدة واحدة مين اللي عندك؟ العشرة في الاربعة يا ميس عشرة في اربعة بكام؟ باربعين فضلك كام عشان الاربعين دي تبقى 400 والله يا ميس انا محتاجة ازود لها صفر واحد صفر واحد يعني انت بتضرب في عشرة اي رقم محتاج تزود له صفر يبقى لازم تضرب في عشرة لو محتاج تزود له صفرين يبقى لازم تضرب في مية اوعى تضرب في صفر بس عشان الناتج في الاخر كده هيبقى صفر تعالى تاني هنا 30 يعني لازم كل الجزء الاول ده يبقى 30 انت عندك مين من الجزء التاني؟ 3 الله طب انا لو جيت قلتلك هي 30 دي لو اتفكت تبقى كام في 3 ما خلاص بقى تبقى 3 موجودة هنا وهنا كام في 3 يدينا 30؟ 10 يا ميس اه يعني لو كان فيه هنا نقط واحدة كان زمانها بقت عشرة بس في نقطتين كام؟ في 5 يكونوا هم هم العشرة 2 في 5 يا ميس يبقى مكان النقط بكتب 2 تعالى تاني هنا عندي 90 امال قدام عندي مين؟ عندي 6 وحاجة انا معرفهاش وخمسة طيب هي 6 في 5 بس بكام؟ 6 في 5 بتلاتين يا ميس طب التلاتين دي محتاجة تضرب في كام عشان تبقى 90 والله يا ميس هو كده كده الصفر موجود 3 في كام بتسعة 3 في 3 بتسعة يبقى انا هكتب التلاتة هنا يبقى كده الجزء الاول ابدال ودمج الجزء التاني بقى ايه؟ خاصية التوزيع ايه موضوعها بقى؟ لما تيجي تبص المنتج زي شبسي شركة شبسي شركة كبيرة جدا عندها مقارات كبيرة جدا وفي نفس الوقت عندها مخازن كتيرة جدا وكبيرة جدا واللي مخليها مسيطرة اكتر ان هي عندها اسطول عربيات بتودي البضاعة من المخزن لكل محل في مصر سواء كان صغير او كبير سواء العربية وهو ماشي في الشارع بيبقى قدامه مشكلة كبيرة ان ممكن يبقى الشارع اللي فيه محلات ده ديق جدا لو دخل فيه ووقف قدام محل هيعطل السكة كلها يبقى الحل انه يفضل واقف على اول الشارع وينزل المندوب اللي مع السواء يبلغ المحلات انه هم واقفين على اول الشارع فيقوموا المحلات دول بعتين الشباب اللي شغالين معاهم عشان ينقلوا البضاعة بس بينقلوها ازاي؟ بياخدوا البضاعة من العربية اللي واقفة على اول الشارع ينزلوا البضاعة عند المحل الاول وبعدين يرجعوا تاني على اول الشارع عند العربية يقدو البضاعة من العربية يودوها عند المحل التاني يبقى هم بيعملوا ايه؟ بياخدوا البضاعة من العربية يودوها المحل الاولاني ويرجعوا تاني للعربية ياخدوا البضاعة ويودوها للمحل التاني هي دي بالزبط قصة خاصية التوزيع طب ميس هي المسائل بتاعتها بتيجي ازاي يعني؟ بتيجي مسألة زي كده 8 في 9 طب مانا يا ميس عارف ان الت 8 في 9 في 72 انت عارفها عشان في الجدول لكن انا لو جبتلك الت 9 في 12 مش هتعرف تكمل فانا هقولك بقى على حاجة تعملها ازاي تستخدم خاصية التوزيع؟ بتمسك اكبر رقم في الرقمين اللي عندك مين اكبر رقم التسعة؟ وتشوف التسعة دي كام وكام يعني كام زائد كام الله طب مانا حاجات كتيرة يا ميس لا يتقول لي 5 زائد يتقول لي 10 زائد يعني هتحاول تقرب الرقم من الخمسة او من العشرة بس التسعة قريبة من العشرة يا ميس ايوة ما هي التسعة قريبة من العشرة بس اقل منها لا انا عايزك تقول يا خمسة زائد يا لو رقم اكبر من العشرة تقول عشرة زائد يبقى احنا هنا في التسعة هنقول خمسة زائد زائد كام؟ او والله بعد الخمسة ستة سبعة تمانية تسعة اربعة يا ميس حلوة اوه يبقى اللي بره القوس ضرب واللي جوه القوس جمع وبعدين التمانية دي هي عربية الشيفسي اللي وقفة على اول الشارع هياخد البضاعة يضربها مرة في المحل الاولان اللي هو الخمسة ويرجع تاني للعربية ياخد البضاعة ويضربها مرة في المحل التاني اللي هو الاربعة يعني هيبقى عندي قصتين وبينهم زائد هاخد التمانية ضربها في الخمسة في الحتة الاولانية وارجع تاني للتمانية ضربها في الاربعة في الجزء التاني تمانية في خمسة بس بكام اربعين والزائد زائد تمانية في اربعة بس بكام اتنين وتلاتين طيب تعال نجمع احد مع احد صفر واثنين اتنين اربعة وتلاتة سبعة طب ما تيجي نشوف بقى اللي احنا قلنا عليها دي تسعة في اتناشر اكبر رقم مين الاتناشر الاتناشر دي خمسة زائد ولا عشرة زائد لا والله يا ميس دي الاتناشر معدية العشرة تبقى عشرة زائد زائد كام والله يا ميس بعد العشرة احداشر اتناشر زائد اتنين يبقى التسعة وعلمت الضرب محدش جا جنبهم انا بس فكيت الاتناشر وتأكد ان قبل القوس فيه علامة الضرب وجوه القوس علامة الزائد واخد التسعة اضربها مرة في العشرة جوه قوسين واقول زائد واخد التسعة اضربها في الاتنين جوه قوسين يبقى انا لما باخد التسعة اضربها في العشرة برجع تاني للتسعة اضربها في الاتنين طيب القوس الاولاني تسعة في عشرة بتسعين زائد القوس التاني 9 في 2 في 18 تعال بقى ناخد أحد مع أحد 0 و 8 8 9 و 1 10 يبقى الناتج بتاعي 108 تاني 6 في 15 إزاي تستخدم خاصية التوزيع همسك أكبر رقم اللي هو الخمستاشر أفكه يعني معنى كده أن الستة زي ما هي وعلامة الضرب زي ما هي وهفتح قوس وابتدي أقول كام زائد كام 10 زائد ولا 5 زائد والله يا ميسي الخمستاشر عدة العشرة يعني أنا ممكن أقول 10 زائد 5 حلوة أو هتاخد الستة تضربها مرة في العشرة في قصين زائد ترجع تاني للستة تضربها في 5 في قصين 6 في 10 بس ب60 زائد 6 في 5 بس ب30 صفر وصفر صفر 6 و3 تسعة يبقى الناتج بتاعنا 90 تعال نكمل اختار الإجابة الصحيحة هنا عندي المسألة اللي على اليمين هي هي نفس المسألة اللي على الشمال نفس الأرقام في نفس الأماكن فبيقول لي دي اسمها خاصية إيه ما قدرش أقول له إبدال لأن احنا مش مبدلين كل واحد في مكانه كل الموضوع اللي أنا عاملاه إن أنا حطه قصين يعني مرة عملت مع أول رقمين بس حطتهم في قصين ومرة عملت مع آخر رقمين حطتهم في قصين القصين دول اللي احنا بنقول عليهم الدمج الدمج دي هي هي كلمة التجميع يبقى الخاصية دي اسمها خاصية التجميع تعال تاني هنا التسعة مضروبة في السبعة زائد تمانية وبعد كده متاخدت تسعة مضروبة في السبعة لوحدها زائد راجعين تاني للتسعة وضربينها في التمانية كانت اسمها خاصية ايه بتاعة عربية الشبسي دي؟ خاصية التوزيع طيب اللي جاية هنا التمانية متاخد مضروبة في الستة وبعد كده راجع تاني متاخد مضروبة في الخمسة وده معنى ايه؟ معنى ان التمانية كانت مضروبة في رقم كبير انا اضطرت اقطعه للستة والخمسة ستة وخمسة حداشر يعني كان الرقم اللي هنا حداشر طيب تعال تاني هنا الخمسة موجودة هنا وهنا والسبعة موجودة هنا وهنا فضل التسعة موجودة هنا ومش موجودة هنا يبقى انا هكتب هنا تسعة وهاخترها طيب اتنين في تلاتة في سبعة هي هي سبعة في اتنين في تلاتة يعني انا مغير اماكن الارقام مبدل تبقى اسمها خاصية ايه الابدال طيب تبت بالنواتج التالية ترتيبا تصعوديا يعني ايه تصعودي يعني من الصغير للكبير تعالى نحل كل واحدة لحد الفصلة دي ايه والله اتنين في تلاتة بستة يا ميس في خمسة بتلاتين حلو تسعة في تمانية بكام اتنين وسبعين حلو السبعة هنا مضروبة في الستة واللي اتنين يعني كان فيه رقم موجود مع السبعة كان كبير فانا قطعته ستة واتنين فكان كام الرقم ده ستة واتنين تمانية سبعة في تمانية بستة وخمسين والاربعين مش محتاجة حاجة كده عايزين نرتب تصعودي من الصغير اصغرهم مين التلاتين وبعد كده الاربعين وبعد كده ستة وخمسين وبعد كده الاتنين وسبعين طيب رتب النواتج التالية ترتيبا تنازليا كل الجزء ده الحد الفصلة جزء واحد فالستة لما تضربت في عشر تردتني ستين زائد الستة لما تضربت في تسعة تردتني اربعة وخمسين تعالى نجمع احد مع احد صفر واربع اربع ستة وخمسة احداشر بقى كده الناتج مية واربعتاشر طيب تسعة في اتناشر والله يمس مش عارفها حلو سيب التسعة زي ما هي وقطع الاتناشر الاتناشر عشرة زائد زائد كام زائد اتنين فانت هتاخد التسعة مرة تضرب في عشر جوه القصين زائد ترجع تاني للتسعة تضرب في الاتنين طيب تسعة في عشرة بس سيب تسعين زائد تسعة في اتنين تسعة في اتنين بطمن تاشر تعالى ناخد أحد مع أحد 0.8.8.9.11 كده 108 طيب اللي بعدها والله الستة في خمسة بس بثلاثين فاربعة صفر نزل ثلاثة فاربعة باثناشر بقت كده 120 طيب المية وسبعتاشر زي ما هي يعني إيه تنازليا يعني من الكبير للصغير مين الكبير خالص 120 يبقى دي كده رقم واحد وبعدين 117 اللي كمان 114 الصغيرة خالص مين 108 تعالى بقى ناخد المسائل اللفظية بيقولك عندك 12 طبق من الفكهة كل طبق فيه سبع تفاحات كم تفاحة بهذه الأطباق وحدة وحدة أنا بدل ما أقول سبعة وسبعة 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 احنا اتفقنا كتير من اللي فات إن تكرار الجمع ده ضرب يعني أنا هقول سبعة في اتناشر طب ما أنا مش هعرف أجيب الناتج بتاعها يا ميس ماشي حبيبي السبعة هتنزل زي ما هي وهمسك في الاتناشر اللي هو الرقم الكبير أخليه عشرة زائد عشرة زائد كام؟ اتنين يبقى أنا هاخد السبعة أضربها مرة في العشرة وارجع تاني أخد السبعة أضربها في الاتنين كده سبعة في عشرة بس سبعين زائد سبعة في اتنين أربعة عشر تعالى نجمع صفر واربعة أربعة سبعة واحد تمانية كده بقى الناتج أربعة وتمانين تفاحة تاني يوجد بأحد المحلات تمن صناديق من لعب الأطفال كل صندوق به خمستاشر لعبة كم لعبة بهذه الصناديق؟ فأنا طبعا بدل ما هاعد أجمعهم هضرب على طول هقول تمانية في خمستاشر حاول يكون الرقم الكبير ورا يبقى التمانية هتنزل زي ما هي فيه الخمستاشر دي عشرة زائد زائد كام زائد خمسة يبقى هناخد التمانية نضربها مرة في العشرة ونرجع تاني ناخد التمانية نضربها في الخمسة تمانية في عشرة بس بتمانين زائد تمانية في خمسة أربعين تعالى نجمع صفر وصفر صفر تمانية واربعة اتناشر كده الناتج بتاعي مية وعشرين وبكده يبقى خلص خواص الجمع والمسائل اللفظية عليها وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقيق فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي انا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصفة هتلاقي لينك الامتحان ادخل حل الامتحان عشان ترتاح من الدرس ده خالص اشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة